يعني بحقاكم مرة وقعاكم شرفني الدكتور ايمان الكلاني عطى صاحب مشروع التنبؤ المبكر بالاصابة قبل الفاصل كانتكلم في شوية امور علمية يعني ايه الموضوع تعال نطبق عمليا بقى على ارض الملعب ايه اللي حصل انا سؤالي عشان بس ايه نبدأ نعرم من الناس هل طبقت الكلام دوت في ملعب على لعبين على فرق وتأكدت فعلا ان انت كنت تنبأت فعلا بالاصابة على مستوى علمي يعني تعال نشرح الحتة العلمية في ارض الملعب على مستوى اسماء معين هو كان الحمد لله رب العالمين بتوفير اللي عز وجل بعد السيستم بدأ يظهر في التلات وحدات الرئيسية بتاعته ده كان توفير اللي عز وجل لك ان احنا اصحاب الفضل في تحديد اصابة الكابتن علي معلول في ماتشل باير منشن والاهلي في كاس العالمين عندها في الثلاثة وعشرين ده كان كرامب في الجاستر كيمس مصص كان تقلص عضلي شديد والحمد لله رب العالمين الجهاز الطب استجاب للنتيجة اللي طلع وبنان عليه خرجوا كابتن علي معلول في الماتش ده لا فمعليش معلش فاهمين بس عشان انا فهم انا عايز افهم انت دلوقتي كنت قلت للجهاز الطب للنادي الاهلي انه علي معلول هيجيله اصابة مثلا وتنبأنا كمان بالاصابة بتاعت اكرم توفيق تانية واحدة واحدة هنوصل لأكرم في فعلا مثلا عشان الحتة دي ناس تفهمها الوقت تنبأت بالاصابة هتعلم معلول فقولت للجهاز الطب للنادي الاهلي الراجل ده هيتصاب انا جانب همزة ايه ده ممكن يحصل له اصابة دلوقتي طيق فحصل له اصابة بالفعل طيما هتصاب خلاص هوي بالجهاز لا هو اخدوا القرار قبل حدوث الاصابة اه قبل ما يتصاب قبل ما يتصاب وخرجوه اه عشان كده خرج بدري بالظبط اه خرج في الديع واحد وعشرين قبل حدوث الاصابة بدقيقتين واربعة وعشرين ثانية اه بالظبط حتى الاعداد لو ممكن بس يجيب لنا صورة الملعب عشان الناس توصل الفكرة باختصار نجيب صورة الملعب هاتوا صورة الملعب جماعة بتاعت الدكتور دي اه يعني دلوقتي انت كنت بتوصل معهم ازاي اه السيستم كله اه هاشرح هتشرح السيستم كله دلوقتي ممكن لو الصورة تبان قدام حضراتكو بس اه يعني لو حضراتكو شايفين دلوقتي الملعب ده دلوقتي سبع نقاط حمر في الاتجاه الشمال وزيهم اصفر في اليمين وخمسة زورة الملعب بيبقى بالشكل ده الملعب بيبقى 19 بوينت قبل كل شيء الملعب ده لازم يكون متقاس عليه الجي ماكس بتاعته ايه الجي ماكس ده اه اللي هو معامل امتصاص الارض للعيب بمعنى اللعيب بيطلع جنبك فممكن يقع فوقعته مانتصاص الارض اللي هقديه هل الانتصاص ده بتاعه يساوي الجي ماكس اللي احنا محددينه في النوقت دي ولا لا بصورة بسيطة عشان الناس تفهم ايوه او انا لو جريت على ارض صلبة دلوقتي ووقعت معامل التأثير بتاعي هيبقى زي ما بجري على ارض رملية الارض الرملية هتشيل هيتوزع الوزن كله على الارض فبالتالي رد فعل الارض اللي هي هيبقى ضعيف فاحنا بنحدد هنا في التساعتاشر نقطة اللي الناس شايفاهم الجي ماكس بتاعت الملعب كلها والنقطة دي مش موجودة في مصر والساس كريم الجهاز ده مش موجود هنا ولا يعني اغلب الشركات العاملة في صيانة الملعب بالطباق عموما الجي ماكس للملعب الصناعي ما يقلش عن متين حلو والملعب الصناعي ما يقلش عن مية ستة وخمسة انا برضو عايز اعرف انت ازاي تواصلت مع الجهاز الطب وازاي قلت لهم ان اللي عدده يتصاب وازاي خدوك قرار ثقة في كلامك تبقى للأمور العلمية دي اوكي بعد الصورة دي ما بتظهر والإياسات دي بتتم احنا بنجيب منها على الملعب حاجتين حاجة اسمها الجي ماكس وبنحددها في التساعتاشر نقطة النقاط دي يا اساس كريم بنعمل بينها كده وبين بعضها خط عرضي فالملعب بيبقى لوكرزايت بيبقى فراغة شبكة اللي وزنه تقيل من اللعيبة بيبدأ ياخد الخطوط دي وينزل اوكي بنحدد بعد كده حاجة اسمها التراف دي نستي الكسافة بتاعت العشب جوه الملعب قد اوكي بمجرد الملعب ما بيبدأ زي الكاميرات اللي السادة الأفاضل كده بيبسوا بيها الصورة ما بتجيش عندنا كده خالص يعني انا ما بقى بقى شايف اكرم توفيق شورته فانيلا انا بقى شايفه سكيلته هيكل عظمي جاي بنفس التزامن اللي طلع من الصورة سواء كانت الصورة رو او جيبك حل فبنحلل الصورة دي فيديو اناليسيز موشا ريلي تايم بتتحلل بسرعة في نفس التوقيت طيب اوكي عشان اعرف ازاي اتواصل للنقطة اللي حضرتك قلت عليها